أنا من البداية كنت حابب أن أعمل فيلم بشكل أحكي ويبقى سلس فكان اختيار التصوير بالشكل الوسائقي بالنسبة لي كان حاسس أن هو مدخل جيد أن ده يوصل للجمهور بشكل أبسط وكمان أخلي اللي بيتفرج على الفيلم داخل جوا التقوص المصرية اللي مش كتير يعرفوها بالذات الغرب أو بالذات في أوروبا فكنت حابب أن أنا ألقط لحظات وحاجات حقيقية جداً بناس حقيقيين في مكان حقيقي مش كتير يعرفوه أغلب الناس في أوروبا يعرفوا الهرم من بعيد جداً ما يعرفوش أن في مكان ورا الهرم ده من منطقة شعبية اسمها نازلة السمان عايش فيها ناس بسيطة فكنت حابب أميكس ما بين ده أن أنا إزاي أخلط ما بين ثقافتين مختلفتين تماماً عن بعض زي الثقافة السودانية والثقافة المصرية بفولكلور بيتعمل بشكل احتفالي جداً وازاي أميكس ما بين التسجيلي أو الوسائقي والروايلي يعني كيف تمت عملية اختيار المماثلين أو الكاستنج لنقول؟ الحقيقة هو كان صعب شوية لأن أنا كنت بدور على حنانة سودانية عايشة في مصر وتمتين المهنة دي بجد عندها بنت في السن ده شبهها موافقة أن هي تمثل لأن قابلنا ناس وكانوش موافقين أنهم يمثلوا هذا هو ما علشته أيضاً في الفيلم هو ذلك الشعور بالاختلاف وما قد يتعرض له الشخص المختلف آه هو فعلاً يعني أنا شايف هي قضية حليمة عمتاً أو مشكلة حليمة في الفيلم هي حاجة عالمية مش في مصر بس وموجودة كثير في دولة العربية بس مصر تحديداً بلد كبير وبلد فيها جنسيات تانية وفيها طواف تانية فأيسينك أن في حالة شحنة ما بين بعض الأطراف آه ومش بس كده كان فيه في حوادث حصلت قريدي في فترات قريبة آه بس تحديداً اللي حصل لحليمة ده هو ده من وحي خيالي آه إن أنا كنت إزاي التارجت إن إزاي أحاول بيت مليئ بكل الزخارية ومليئ بكل الفرح ده إزاي بيتحول فجأة لكبسة أو إزاي فيه الزغريدة بتحول لسويتة في ايه الكل ده؟ في ايه حزر خضتني؟ هي زريبة أمك ما تخبط أبراً ما تخش؟ أخدك وأنا كز أمك يا بيت ما تخليها تنجز يا باس ما في ايه؟ ما تعريش قدما أهلا بس كالعرة ده؟ وأنا يعني كنت بلعب ولا كنت بلعب؟ ما هي أعدت تشتغلها مين المرة الأفريقية دي؟ تجابتها تعمل سحر والعزب الله ولا إيه؟ الله يخرب بيتك سحر إيه وإن إيه تاني تحول ما قاعدت بتعمل إيه حين أهي؟ ما تزعيش يا بنت سحر وخليها تنجز على فكرة إيه إصدانية وبتفهم عربي وفهماك فأثر ورين عرضك كافة عليك وعليها؟ أبو شكلك تحدثت عن الشحن منك أيضا ببساطة يعني عدم تقبل الآخر أو عدم فهمه مما يثير مخاوف الكثيرين مخاوف غير مبررة في كثير من الأحيان وهذا يعني بدأ بشكل واضح في في الفيلم ده إن ببساطة جدا بقيت حتى أحس إن الشحن ده ما بين المصريين وبعدهم ممكن أي اتنين دلوقتي بيتخنوا على أي حاجة حتى لو حاجة صغيرة جدا ممكن أنها تتحول لمعركة كبرى ما مدى حجم الارتجال في الفيلم من النص المكتوب؟ الحقيقة أنا يعني بفضل أكتر إن أنا أكتب زي جايد لاين كده للسطوري وإن أسيب مناطق الحوار ليا أنا والمواصلين في البروفات عشان بحس إن ده أكتر بيشكل طريقة لفهم الفيلم كمان إن هم بيزودوني أنا تفاصيل كمخري يعني الحنانة السودانية هي كانت أولا استخدمنا حاجتها كلها ولبسها الكلام اللي هي بتقوله هي قريدي بتقوله كل يوم وفي كل فرح بتروحه فلما أنا هكتب غير لما هي هتقولي هي بتعمل إيه في حياتي بطبيعة الحالة يومها الطبيعي هي دخلت في الشوت هي بتعمل بتعمله كل يوم فده في البروفات بيبقى مفيد جدا إن إنت إزاي بتاخد من الممثلين وبتحط في فيلمك مراد مصطفى شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة